اشتركوا في القناة الفريق اول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب والذي افتتحه معالي السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية الشقيقة بكلمة اكد فيها ان التحديات العابرة للحدود تقتضي مزيدا من احكام التنسيق ووضع الاليات الضرورية وتوحيد الجهود والموارد البشرية والمادية لخدمة امن وسلامة الشعوب منوها الى تفعيل الشراكة بين جهات انفاذ القانون وتطبيقه والجهات القضائية التي تصدر الاحكام تماشيا مع مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس استقلال السلطة القضائية وعرب رئيس الحكومة التونسية عن تطلعه الى مزيد من توثيق الصلاة بين الاطراف والمنظمات العربية العاملة في المجالات الامنية والقضائية من اجل تطوير منظومات العمل العربي والارتقاء بالجودة هذا وقد استعرض اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب بنود جدول الاعمال والمتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الامنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الارهاب الصادرة من مؤسسات العمل العربي المشترك ومن بينها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم التقنية الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الاتفاقية العربية بشأن عمل الاحداث الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة الاستراتيجية العربية لمكافحة التطرف الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث تقرر اتخاذ عدة تدابير واجراءات بهذا الشأن ستتم احالتها الى الدول الاعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذها في سياق متصل وقع الفريق اول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل وشؤون الاسلامية والاوقاف ونظراؤهما في مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب على البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال والملحق والمكمل الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصن البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والإنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري من جهة أكد معالي وزير الداخلية أن تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والقضائي العربية يعد خطوة عملية لتعزيز التعاون العربي وتجسيد وحدة الموقف في مواجهة التحديات المتزايدة منوها إلى أن المضي في مزيد من التعاون والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك مسألة بالغة الأهمية خصوصا فيما يتعلق بالعمل الجماعي لمكافحة الإرهاب وشدد معالي الوزير على أهمية تعزيز الجهود المشتركة في مجال تبادل المعلومات وتجفيف منابع الإرهاب ومن بينها منع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مضيفا أن الأطماع التوسعية والدعم الإيراني الواضح للجرائم الإرهابية تستجعي تحركا عربيا جادا من خلال اتخاذ موقف عربي وإجراءات واضحة في ظل ما يجمعنا من وحدة الموقف والمصير المشترك وفي سياق متصل أكد معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب يعكس الإيمان بأهمية العمل العربي المشترك خصوصا في هذه المرحلة المهمة من التحديات الإقليمية والتي تتطلب التكاتف العربي وزيادة القدرة على التعامل مع المعوقات التي تعترض العمل العربي منوها إلى أن هذا الاجتماع يجسد التكامل الأمني والعدلي الأمر الذي يسهم في توحيد المواقف وتسريع وتيرة الأداء حضر الاجتماع سعادة السيد إبراهيم محمود أحمد عبد الله سفير مملكة البحرين لدى تونس الشقيقة وعضاء الوفدين المرافقين لمعالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف